هناك إرشادات بسيطة بالنسبة للشيش برك عندما نفعل عادة أغلب العجين نقول لك خليها طريقة عندما تخليها تتخمر حطوا عليها منشفة مبللة نضع عليها زيت مع الشيش برك العكس نبع العجينة تكون ناشفة ونفس الشيء ينطبق على المنتو أو الدمبلينج فلما نفعلها دائما نتأكد أن العجينة تكون معنا ناشفة وحتى عندما نفعلها ليس كل ما نفعلها مجموعة غطيناهم لا نجعلهم مكشوفين عشان ينشفوا أما بالنسبة للخضار سواء تسوي أي شربة خضار فضروري أنكم تقطعوا الخضار بنفس الحجم ليش؟ عشان لما تأكلوها بالملعقة وما تكون مثلا قطعة بطاطس كبيرة هي طاغية وتكون مدري هذه أساسي في أساسيات الطبخ للشربات الخضار لما كنا في مدرسة الطبخ كانوا يمتحنون على هذا الموضوع أننا نقطعهم كلهم بنفس الحجم الشيطة في بعض الناس أحيانا يحشوا الشيش بارك أو المنتو يحشوا بدل لحم مفروم أو لحمة ويقطعوها ويفرموها هم فرمى خشنة بالسكين فلو أنتو فكرتوا تساوها بالطريقة هادي أضيفوا عليها كوسة مبشورة الكوسة بتطر اللحم بتخليها طرية أكتر وفي نفس الوقت بتدوب الكوسة وما بتحسوا بطعمها بس تطلع لكم اللحمة بسيطة